اشتركوا في القناة والدولية الهدفة الى انهاء الصراع وإحلال السلام في البلاد وتصعيد الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال واتداءاتها الإرهابية على موانئ تصدير النفط كما جرى استعراض سبل لؤالية دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوضع حلول العاجلة لإنهاش الوضع الاقتصادي المتردي وتحسين الأوضاع المعاشية للمواطنين ودعا اللواء الزبيدي في السياق الاتحاد الأوروبي لتكثيف الدعم الإنساني المقدم لبلادنا أشهد عوض مجلس القيادة الرئاسي اللواء دروس الزبيدي بالعلاقات الأخوية المتميزة بين بلادنا وجيبوتي جاء ذلك لدى استقباله بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرئاسة في الجمهورية جيبوتي الشقيقة لدى بلادنا ضياد دين با مخرمة وأجدد الزبيدي شكره وامتنانه للمواقف الأخوية المشرفة لجمهورية جيبوتي قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب بلادنا ومساندتهم لشعبنا في محنته من خلال استضافتهم لعدد كبير من اليمنيين الذين نزحوا إلى جيبوتي منذ اندلاع الحرب في العام 2015 ودعمهم الإنساني الكبير واستعرض اللقام استجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادنا والجهود الإقليمية والدولية الهدفة لإيقاف الحرب وإحلال السلام في المنطقة تعزيز التنسيق المشترك بين بلادنا وجيبوتي بحث أعوض مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا جابريل بناليس مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية وتداعيات الاعتداءات الحوثية المتكردة على المنشآت النفطية وتهديد حركة الملاحات الدولية على كافة الأصعدة وخلال اللقاء شهد اللواء العرادة بالمواقف الأوروبية الثابتة تجاه الشعب اليمني ودعم تطلعاته اليمنيين في استعادة مؤسسات دولتهم المختطفة مشددا على ضرورة ترجمة تلك المواقف الإيابية بخطوات أكثر عملية تسهم بالضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية إنسانية هي الأسوأ عالميا وأن يكون للمجتمع الدولي خيارات أخرى للتعامل مع تلك الميليشيات المدعومة من إيران استقبل أعوض مجلس القيادة الرئاسية دكتور عبدالله العليمي السفير البريطاني لدى بلادنا الاتشارة أوبونهايم وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الشأن اليمني على مختلف الأصعدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ومدن إنكاساتها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع تحقيق السلام ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور العليمي إلى تعنت الميليشيات الحوثية وإمعانها في إهدار فرص السلام الواحدة والأخرى دون مراعاة تسببها بمعاناة متفاقمة لأبناء الشعب اليمني وتطرق إلى خيارات الدولة في التعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة للميليشيات الحوثية وكذا جهود التعامل مع التحديات المختلفة الناتجة عن التصعيد الحوثي مشيدا بالدعم البريطاني للمجلس الرئاسي والحكومة من أجل مواجهة التحديات العامة والتغلب عليها بحث رئيس مجلس النواب سلطان بركاني مع رئيس مجلس النواب المغربي راشد الطالبي العالمية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وأهمية تكثيف أوجه التعاون البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافر الدولية وذلك في إطار زيارته الرسمية للمغرب وفي بداية جلسة المباحثات الثنائية المناقدة في مقر مجلس النواب المغربي نقل رئيس المجلس تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وزملائه في مجلس القيادة وأعضاء مجلس النواب وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية إلى قيادة المغرب ملكا وحكومة وشعبا وأعرب رئيس المجلس عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية المتمئزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين مجددا التأكيد على المواقف الثابتة لليمن في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومغربية الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية الترابية ناقشت خالية الأزمة في اجتماعها برئاسة رئيس الوزارة الدكتور معين عبد الملك مستوى تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية بموجب التوجيهات الرئاسية وتطرق الاجتماع المناقض عبر الاتصال المرئي للأدوار المتوقعة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات المقرة وتكامل الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وعدم تأثر معيشة المواطنين وطلع الاجتماع على إجراءات إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستوين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة لأهوام 2014-2020 بموجب قرار مجلس الوزراء وأكد بهذا الخصوص على التسريع باستكمال الإجراءات وفق مسار سريع زر وزير الإعلام وثقافة والسياحة مؤمر لرياني المخرج التلفزيوني والإذاعي والإعلامي المخضر مع محمد محمود سلام للإطمئنان على صحته حيث يتلقى العلاج في مستشفى الوالي بالعاصمة الموقتة عدن وخلال الزيارة الذي رافقه فيها محمد باشرحيل مستشار وزير الإعلام ورئيس مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر للصحافة ومحمد الشعبي وأكيل الوزارة لقطاع الثقافة نقل للوزير الإرياني تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك للإعلامي محمد سلامي وتمنياتهم له بموفور الصحة مشيدا بما قدمه من أعمال إبداعية حيث يعد من أبرز مخرجي تلفزيون وإذاعة عدن وأخرج العديد من الأغاني الرائعة والدراما والمسلسلات التلفزيونية الهادفة التي ارتبطت بهموم ومعاناة وقضايا المجتمع ليقدمها للجماهير العريضة بأدواته الإبداعية ورؤيته الإخراجية المتميزة اطلع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي ومحافظ حضر موت مبخوط مبارك بماضي منشأة بروم للغاز بمدينة بروم على المساحة المخصصة لتوسعة الخزن الاستراتيجي للغاز المنزلي والمشتقات النفطية لساحة لحضر موت والموقع المخصص لنقل خزانات الوقود من منطقة خلف بمدينة المكلة الأهلة بالسكان إلى موقع الجديد الأكثر أمانا بعيدا عن مساكن المواطنين بمدينة بروم وقام الوزير والمحافظ بزيارة لموقع ميناء بروم بمنطقة تدحس مطلعين على الدراسات الفنية للموقع الحيوي للميناء وأكد وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي حرص قيادة الوزارة على نقل خزانات الوقود من منطقة خلف بالمكلة التي باتت مصدر خطورة على المواطنين إلى الموقع المخصص لها بمدينة بروم بعد استكمال الدراسات وإنزال المناقصة الفنية لإنشاء خزانات بسعة أكبر أحبطت قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوث الإنقلابية في جبهة الشقب بجنوب شرق المدينة وأفاد مصدر أسكري في محور تعز أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل لميليشيات بجبهة الشقب بمدرية صابر الموادم وإجبرتها على التراجع في حين شاهد محذ يبلهان بالضباب اشتباكات بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية غرب المدينة وكذلك جبهة حذران غرب عصيفرة شمالا وكلابا ووادي صالة وتشريفات شرقا إلى هنا تنتهي نشرتنا الصباحية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله اشتركوا في القناة